بسم الله الرحمن الرحيم طلبتنا الاعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نكمل معكم ان شاء الله خلال هذا الفيديو محاضرة research design ذكرنا بالمحاضرة السابقة في بداية تعريفنا للresearch design ان هناك نوعين اساسيين للresearch design ذكرنا من عدها two approach quantitative research design and qualitative research design ذكرنا ان qualitative يركز على البحوث الفلسفية واللي هي basic research بينما quantitative research design هو ما يستخدم في البحوث التطبيقية applied research ودائما ما يتعامل مع scientific research اللي هي دائما ما تكون بحوث علمية راح يكون تركيزنا فقط على quantitative research design quantitative research design عرفناها سابقا وعيد التعريف للتذكير which is based on reductionism uses variables that analyze as a number دائما ما يستخدم المتغيرات اللي موجودة بالدراسة ويحاول يفسرها على شكل أرقام ويوجد النتائج الدراسات على شكل أرقام وجداول نشوفها في البحوث تفسر هذه المتغيرات وعلاقتها مع بعضها وطرق تستخدم فيها هذه الطرق لقياس المتغيرات quantitative research design can be classified as experimental design أي experimental design اللي مقصود بها هي البحوث التجريبية اللي دائما ما الباحث يداخل في المتغيرات المستقلة ويحاول يشوف الأفكت مالتها أي يقيس بها علاقة cause-effect relationship منها true experimental design which over the greatest amount of control and minimal threats to internal validity allows the researcher to become actively involved in the study تكون بها هذه الدراسات قابلية السيطرة على المتغيرات ومحيط التجربة تكون كلتها تحت السيطرة لذلك يكون بها internal validity عالي جدا ماكو أي مهددات على نتائج الدراسة ولذلك في أغلب الأحيان نطلق عليها artificial research أو البحوث الصناعية اللي تتعامل مع المواد الجامعة common characteristics of the true experimental design هناك مجموعة خصائص يستخدمها الباحث في true experimental design للسيطرة على ظروف الدراسة ومتغيرات الدراسة كي يقيس تأثير cause-effect relationship بشكل دقيق منها المانيبوليشن المانيبوليت المقصود بها هي التجربة اللي يداخل بها الباحث أو المتغير اللي يقوم بإجراء الباحث سواء كان برنامج أو علاج معين على مجموعة التجربة حتى يشوف أثر هذا المتغير number two control the researcher uses one or more measures to control the experiment the researcher must be able to control the experimental situation by eliminating action of other possible variables beyond the independent variables يستخدم الباحث أكثر من طريقة أو أكثر من تقنية للسيطرة على ظروف الدراسة وظروف التجربة اللي يجريها منها السيطرة على محيط الدراسة السيطرة على المتغيرات المستخدمة في الدراسة تتم من خلال مجموعة من الإجراءات اللي هي مثلا إجراءات القياس أو إجراءات ضبط بيئة الدراسة بالإضافة إلى اختيار مجموعة مقارنة يستخدمها الباحث لمعرفة مستوى أو قيمة التغيير اللي يحدث بالمجموعة مقارنة مع مجموعة المقارنة حتى يعرف بشكل دقيق نتائج التجربة النقطة الثالثة هي الراندوميزيشن دائما يستخدم الباحث هذه التقنية اللي هي الراندوميزيشن مقصود بها هي اختيار العينة بشكل عشوائي أي تكون عينة الدراسة ممثلة لمجتمع الدراسة حتى تكون نتائج الدراسة حقيقية وممكن تعميمها على كل عينة الدراسة أو على كل مجتمع الدراسة فالراندوميزيشن هي تقنية تستخدم حتى يكون عينة الدراسة هي مشابهة أو تحمل أغلب خصائص المجتمع وتكون هيموجينوس أو بول هيموجينوس نسميها تكون متجانسة فيكون تأثير تجربة مالتنا واضح بشكل دقيق على مجتمع الدراسة راح نيجي لكل نوع من أنواع هذه الدراسات بشكل مفصل في الـ Pre-Experimental Design يستخدم الباحث اختيار بطريقة عشوائية لعينة الدراسة للمجموعة الأولى اللي هي مجموعة الدراسة أو مجموعة التجربة والمجموعة الثانية اللي هي مجموعة المقارنة المجموعتين قبل إجراء الدراسة أو قبل التداخل الباحث نجري لهم Pre-Test أو فحص مسبق بعدها يقوم الباحث بإجراء التجربة على مجموعة الدراسة فقط يعني يقوم الباحث بإعطاء مجموعة الدراسة أو مجموعة التجربة دواء معين أو يدخلون برنامج معين اللي نسميه إحنا الـ Independent Variables حتى يشوف التأثير مالتو Both are given a post-test بعدها فترة يقوم الباحث بإجراء فحص بعدي لمجموعة الدراسة أو لمجموعة المقارنة The researcher examined the performance of both groups for change in score that may have result from the intervention شرحها بشكل آخر حسب المخطط الآتي يعني يختار الباحث مجموعتين اللي هي الـ Experimental Group مجموعة التجربة ومجموعة المقارنة اللي هي Control Group يختارهم بشكل عشوائي أولا يبدأ قبل إجراء التجربة بإعطاء الـ Pre-Test أن يجري فحص مسبق في الفحص المسبق تكون المجموعة الأولى والمجموعة الثانية يجب أن تكون نتائجها متقاربة بسبب أنها متجانسة بعدها يقوم الباحث بإجراء تداخل معين اللي هو الـ Intervention Program أو ينطي دواء معين أو يدخلهم برنامج أو ينطيهم برنامج تثقيفي أو أي أن كان هذا البرنامج يعطي هذا البرنامج فقط للـ Experimental Group يعني المجموعة الثانية لا تأخذ أي شيء فقط مجموعة التجربة بعد أن ينطي الدواء مثلا يقوم بالـ Post-Test للمجموعة الأولى والمجموعة الثانية لمجموعة التجربة ومجموعة المقارنة بعد ما يجري الفحص البعدي يشوف أي اختلاف حاصل ما بين مجموعة التجربة ومجموعة المقارنة يعزي إلى التداخل اللي قام بالبحث هذا بما معنى الـ Pre-Test, Post-Test, Control Group أي مجموع يأخذ الباحث مجموعتين فحص قبلي للـ 2 مجموعة التجربة تأخذ الـ Intervention سواء كان دواء أو غيرها بعدها يجري الفحص البعدي أي اختلاف حاصل ما بين المجموعة الأولى والمجموعة الثانية نعزوه إلى تداخل الباحث هذه النموذج الأول النموذج الثاني Post-Test Only Control Group في هذا النموذج هو مشابه للنموذج الأول باستثناء أنه ماكو شيء اسمه فحص قبلي أي الـ Pre-Test غير موجود أحيانا الباحث اختصارا للجهد والوقت وكما ذكرنا لما تكون المجموعتين متجانستين مجموعة التجربة ومجموعة المقارنة راح تنطينا نتائج متشابهة في الـ Pre-Test فقط الاختلاف يحدث بالPost-Test إذا كان التداخل للباحث مؤثر لذلك يلجأ كثير من الباحثين اختصارا للجهد والوقت والكلفة إلى الفحص البعدي فقط أنه يختار العينة بشكل عشوائي بالنسبة لمجموعة التجربة ومجموعة المقارنة ينطي Intervention أو تداخل لمجموعة التجربة بعدها يجري Post-Test للControl والExperimental Group ويجري المقارنة ما بين Experimental والControl Group وأي اختلاف حاصل نعزو إلى Researcher Intervention اللي هو تداخل الباحث يقوم باختيار بشكل عشوائي بالنسبة لمجموعة المقارنة ومجموعة التجربة After the experimental group received specific intervention Both groups are given Post-Test The researcher then examined the performance of both groups for difference in score that may have resulting from the researcher intervention مشابهة للطريقة الأولى باستثناء أنه ما بيها Pre-Test معوقات تطبيق أو محددات استخدام هذا الدزاين في البحوث Use of experimental design is limiting because certain variables such as age, sex and height cannot be physically manipulated Other variables such as disease or unhealthy habits cannot be ethically manipulated لا يمكن تطبيق experimental design مع مجموعة من المتغيرات لأنه أنت ما تقدر تغيرها مثلا العمر أو الجنس أو الطول أو غيرها من المتغيرات الأخرى اللي ما ممكن للباحث أنه يداخل بها ويغيرها حتى يشوف نتائجها لذلك ما ممكن تطبيقها على كثير من البحوث الإنسانية أو العلمية Other variables مثلا disease العادات السيئة ما ممكن أنه أنت تطلب من الأشخاص أنه يطبقوها أو تحقن الأشخاص بأمراض معينة حتى يشوف النتيجة مالتها أيضا تعتبر مخالفة للقوانين وغير أخلاقية True experimentation may be impossible in particular setting In however effect may interfere with the study outcome And some researchers consider true experimental is artificial أيضا هناك محددات في استخدام true experimental design في حقل العمل لأنه هي تحتاج إلى ظروف سيطرة عالية ممكن أنه أكو أمور محيطة في بيئة الدراسة تأثر أو تداخل مع نتائج الدراسة لذلك يعتبر الباحثون أنه experimental design is artificial هي تستخدم في البحوث الصناعية Quasi experimental design النوع آخر من أنواع البحوث التجربية اللي هو الquasi experimental design which is used to test cause effect relationship when true experimentation is impossible It is the design that same as the experimental but the one difference that do not dependent on randomization or control for the selection of the sample any quasi experimental not randomly selected القwasi experimental design مشابه للطريقة الأولى اللي هي experimental design البحوث التجربية باستثناء أمر واحد أنه طريقة السيطرة على العينة الدراسة أو طريقة اختيار العينة تتم بطريقة غير عشوائية أنه الباحث يضع مجموعة من الخصائص ومجموعة من الكرايتيريا ويختار من خلالها الأشخاص اللي ممكن يدخلون ضمن الدراسة فهي مشابه للطريقة الأولى باستثناء أنه عينة الدراسة تكون غير عشوائية limitation of the quasi experimental design محددات استخدام the quasi experimental design the researcher cannot draw interferes about the cause effect relationship to the same degree as in true experimental design ما يمكن أنه الباحث يمطي نفس التفسير أو يفسر العلاقة ما بين السبب والنتيجة بشكل مشابه للبحوث التجربية اللي هي true experimental design لأن النتائج ما ممكن أنه يقدر يعممها على كل population لأن اختيار العينة كان بطريقة غير عشوائية لذلك تعميم النتائج يكون فقط على عينة الدراسة مو على كل population two because the researcher has limited control over the variables which may require formulating an alternative explanation for the effect detected in the study يجب أن يخلي الباحث في الحسبان أنه يجب أن يضع مجموعة من التفسيرات البديلة لنتائج الدراسة وكل هذا يرجع إلى أنه اختار العينة بطريقة غير عشوائية B non experimental design هي البحوث الغير تجربية أي أن الباحث ما يكون له أي تداخل ما يكون بهذا النوع من البحوث المانيبوليشن من هذه الأنواع اللي هي descriptive design البحوث الوصفية في البحوث الوصفية فقط الباحث يحاول يلاحظ الظاهرة ويوصفها This type of design will explain the characteristics of the following إما تكون Case study أنه يتابع حالة معينة ويحاول يفسرها Survey أي هي البحوث المسحية اللي نشوفها في عملية المسح عن الأمراض أو على عوامل الخطورة اللي ممكن تسبب لمجموعة من الأمراض الأنالتك أو التحليلية ومنها الكوريليشن This type of the descriptive design will explain the relationship between two variables اللي هي تحاول تقيس علاقة متغيرين مع بعضهما نسميها correlation study كل هذه نسميها بحوث وصفية النوع الرابع prospective study prospective study نطلق عليها البحوث المستقبلية أو التنبؤية بما يحدث في المستقبل على أساس ما موجود الآن The study of the problem that occurred in the immediate time Retrospective The study of the problem that occurred in the past but their influence continued to the immediate time Retrospective البحوث الاسترجاعية أنه مثلا معدل إصابة بالأمراض في الخمس سنوات السابقة نحاول يرجع للسجلات ويوجد هذه النسبة نوع آخر يطلق عليها البريفيلانس The study of the problem that occurred in the past and that have limit time البريفيلانس بشكل عام أنه تكون هذه الدراسات تقيس معدلات الإصابة بأمراض معينة الإصابات القديمة والحديثة ضمن نقطة معينة يعني مثلا من قبل سنتين أو ثلاثة أو خمس سنوات كان معدل الإصابة بالأمراض وحتى الوقت الحالي كذا رقم مثلا تشمل هذه الأحصائية كل الإصابات القديمة والحديثة على عكس الإنسيدنس الإنسيدنس لما نحسب معدل الإنسيدنس على مدار ستة أشهر فقط نحسب فقط الحالات التي تصاب في مرض السكري خلال فترة الستة أشهر اللي هي فترة الدراسة فقط بينما لما نختار البريفيلانس راح نختار كل الحالات المصابة حديثا وسابقا هذا الفرق ما بين البرويلانس and إنسيدنس طبعا هناك أنواع كثيرة من الديزاين اللي تكون ديسكريبتف والكوريليشن وكروس سكشنال احنا أخذنا فقط النوعين الأساسيين اللي هي الإكسبرمينتل ونن إكسبرمينتل ومطينا عنها أمثلة اللي ذكرناها سابقا الأسبوع القادم إن شاء الله راح نتكلم عن محاضرة أخرى اللي هي سامبلان سامبلين بالنهاية شكرا جزيلا لكم وأتمنى لكم منفقية ونجاح والسلام عليكم ورحمة الله